قبل ما أروح لآخر أخبار التريند عندي لكم خبر مهم جداً متعلق بموقف المصابين بنأكد لحضراتكم أن الحمد لله أكرم توفيق سليم جداً الحمد لله الجهاز الطبي عمل تشخيص وعمل يعني متابعة طبية لحالة أكرم توفيق بعد الإصابة اللي اتعرض لها في المباراة الأخيرة في الدوري وبأكد لكم أن الحمد لله أكرم توفيق سليم جداً عمر كمال عبدالواحد النهاردة هيكون موجود في التدريبات الجمعية بإذن الله مش هيكون فيه أي مشكلة ولا فيه أي حاجة خلص البرنامج التأهيلي وعمر كمال عبدالواحد جاهز للمباريات ابتداء من النهاردة بيرستاو لسه في مرحلة التأهيل ولم ينتهي من البرنامج التأهيل إذن أكرم توفيق بخير عمر كمال عبدالواحد النهاردة في التدريبات الجمعية بيرستاو لسه بيواصل برنامجه التأهيل